مرحبا بكم عزيزينا المشاهدين مرحبا بالنسل كل تحقت بينا الآن إذن باش نواصل مع ضيوفي ونرحب بدكتور صحبي بن نابلية رئيس صحفي ورئيس المدارس الكبرى للتواصل أهلا وسهلا دكتور مرحبا بيك مرحبا بيك معاشك تحية لك تحية لكل جليتنا مقيمة في كندا مرسي عاشك إنك مقيمة في كندا أكيد تحية كبيرة لي معنا جلي كبيرة في كندا هكا أي توليت كبيرة ساعة تدخل حنوط تسمع كينتوان سيحكي قولنا في تونس أو في موريال سبين بيتامنا غاديك عالجلي في كندا سيخطوه في الوضع الوبائي هذين والله في الوضع الوبائي احنا ما كتعرفوا الوضع الوضع الوبائي ولا الديسيزيون اللي اتخذت طوبر اكزامل في كندا ممنوع عليك تستقبل أي شخص في الدار وكنت استقبل شخص في الدار عندك اخطية ب700 دولار وكيفاش في قبيك أن يستقبل شخص في الدار؟ موسيني جيرين صبي بزيد اي بسير هم يوصي يقولوا جيرين تأسوا لبعاثكم هي معانت فهم اسمها هي بسيفة عامة هي طريقة مش كما يكون يكون الأحياء مسالمين وفيهم الأمن والتمانين اللي راح حاجة ما هيشي معانت في دار جار يعلم عليها وهي ثقافة موجودة في السلمجتمع صبة مضخمة احنا نقول وانا صبة مضخمة وانا كما قولوا توتشي وقالوا اللي يراج مع جيرين ولا استقبلوا يعلم عليهم وعندهم اختيار سبعة ميات طوو مثلا عندي أنا بنتوختي تقرة في كندا متجامجة بمستنسا جي حذنا لويكند مسكن متجامجة جي خاطر معانت ممنوع شوف القوانين كيفين بايك كيف هم ما بين القوانين الأخرى سارما معانيها اللي نقنجم ونقولوا علي احنا غاتي با هم سارما معانتها سكروا كل شي معانتها سكروا للي بيسين للي بيبيليوتك لسال دي جيم سكروا مكاتب ولي ناجم يخدم على المبعد يخدم على البعد وخاليوا بار إكزامل لسالون دو كوفير معانتها دو آلاف وامتها جامشي كون عندك كاتران ثي سينو معانتها خاطر البيك تلع برشا معانتها تلع بريكده بريكده وطوو عندهم بدأو لبرمير أكتوبر ابتداء المل بارح بدأ يتيح البيك خاطر موديما أبري دو سمين ينشوفوا أسكو فما للمزور عطاو إذا كانوا تقوموا بريكده أسكو فما وطوو وطوو البيانيس لا تسكرتهم معانتها وطوو وطوو أسكو تلعطيهم البيك فيما أنتها تقوموا بعمل جميع المزور كله على كيبك فالنحن نتحدث عن مقاطعات على السيستم الفدرالي نحن نتحدث عن كيبك نتحدث عن فكرة والتوين هل تفكر على بس لا بس نعم نعم بالضبط المثال أننا أمريكي لفهم بأجزائي الأمور إذا كان هناك العمل والأغلبة في الأحيال نحن نعم مع ذلك تدامه لكي يأتي الخوف الخوف ومحبه دائما أنه يسأتي بأجزائي الأمور وإذا كان هذا هو المجد الأجزاء لأننا نستعمل لكل رقم الزقيق نحن نعيداً بحكمنا معنا في التوناس نحن نمينا تشارك المنبل وتعبنا في تنس نعملية الحيات والخطوة والمسكتر بعنا في تونس ووجبنا للهزينة الكنادا زادا بعنا والفلوس هذين يفرقون فيهما بالإضافة للعبادية مستحقة سي معتك ما قولوا إنشان دا معتها دو فالور دو صليداريتي يعطيكم الصحة دكتور اليوم مش نحكي عن مشروع مشروع جديد ومهم جدا سيحطو في تونس لكي قبل كل شي خلينا يخذوا فكرة على مدارس الكبرى للتواصل أهم الأنشتاء اللي تقوموا بيها لو تسمح سوال برا ولا في تونس هيا اللي غرونز إيكول دو كومنيكاسيون هي متكونة مل إيكولة فورماشيون احنا عملنا أول بتاييس ان كومنيكاسيون أمولوغي بالإطاء ما نعرفوا اللي الكومنيكاسيون تتقرأ كان في الليبسي ولا في الليونيفرسيتي احنا طوو عملناه بتاييس مرات الفساد في قطاع الصحة ودن دو سمين مش نخرجو عشرين ولاية عملنا تسعتاش نالف كيستيونير هذكا مش نقولو شنو السبتار أكتر فساد شنية المستوصى أكتر فساد شنية المعتمدية أكتر فساد وشنية الولايه أكتر فساد للأسف حبينا نعملو 24 ما نجمناش في الكوفيد عملنا كان عشرين بركة ما نجمناش ندخلو النابل الزغوان التوزر وبنزرت خاطر لذكا جات الكوفيد ووقفنا عما مش نخرجو العشرين ولاية هذو مش تعرفوا التصنيفات ونحبو مش يولي مشروع كل عام يتعاود معنا تقولو السنان العام الأول وعام الثاني مش مش نشوفو تتطور ولا نقصان الفساد هذا معنات التعليم. وطواننا نوفو بروجات. نزيد التعليم من السافارة الامريكية في تونس. قدمنا لهم بروجات لذلك. نحن نبدأ عن فكرة نبعد ونسفرق على المولين. الفكرة الأخرى مولتها للسافارة الامريكية في تونس هي محاربة الأخبار الفاسدة والبروباغندا في زمن الكورونا. على لشيء الخطر فما صنع مرموحاتي في الحقيق، لماذا كانت تحكي عن ذلك؟ وقت الكوفيد، كثرت في الحقيق. وكثيراً. 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 هناك فنومان اكسپنانسيل. وكثيراً. نحن نقول الفنوانيه. لا تعرف. لا تعرف. ستتتتتتت. المشكلة في تونس. اكسِ ناغ، رأينا علا إشاعات. اجزاكتما. كمنا هذه الأجتماعي لدينا مل LEG اجتماعي لدينا إشاعات. ، ونحن نقود يسر ويسر في بارش بارش إشاعات. إشاعات ما نش متأكدين منها نرفتليوها بلاد كاملة. وأطوماتيكماً فمالي اللبرة تنتظروا فيها. وتاخون فإن بساطة أخبار. أنها نحن في قنوات أجنبية اللي ننتجة بيكون ذاك الموضوع غالط، كملكتما. وممش صحيح. وممش صحيح. صحيح. بالله مش اصل لك على اكزامبل البرح دارت صورة متاعه هي معناها حزت في انفسنا الناس كل المرأة اللي تخدم على روحها ويلقينيها تحق في الكراك في الكراهب. والدنيا كل قامت عليها. عملتوا عليها اغو الشيخ ش صحيحة موش صحيحة؟ افكتف مو هي مخاطر خارج تليكم وكوها كاربة الوالي. احنا البرح ما تاخذينا الانفستيجاسون بدينها ساعة مهيش كاربة الوالي. هي كاربة مدير مدير تمويل مشاريع. اي. وهو كلمناه قال هي راي تخدم معانتها على روحها ومرسمة مهيش عمال حضار. خطر هما قالوا عاملة حضار. اي 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 اي. ونورمال مو تخدم في كاربة الوالي. مهيش كاربة الوالي. ومهيش معانتها عمال حضار. هي معانتها مرسمة تخدم النهار في الجمعة. اي. وهو قال انا كي معانتها من الحاجات اللي قالوا. اي. انا كي اخذيط البنوات وخذيط الكاربة معانتها ونش تنظيف. معانتها اخذيط المرأة اللي معانتها مش نظاف لي. وقال كان عملة الضجع هذي الكل. انا معاش بش خليها تخسل الكاربة. لخطر معانتها دارت التصويرها. اي 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 اي. واحنا تصلنا بي. وهذه كان معانتها من المغالطات. هي خطيها معانتها. ماهيش كاربة الوالي. وذلك احنا تقول نورمال ما خطر كمننا معانتها النيوز. ان شاء الله نهارتين مش نحبطوها بالتفصيل. على الباش فيسبوك. نتانا ترسي نيوز. معانا نفهم انتو ما مش كونوا بالمرساد لكل اشيعة تارعة. باش توضحوا الحقيقة. سيوى صحيحة ولا مش صحيحة. تربطوها. بانسوير قدام الفلوء اللي موجود. معانتها لا صحفيين. لا وسائل الاعلام. حتى حمي النجم. هي فما كما نقول مش تولي فما ظاهرة جديدة. اللي هي فما خلينا نقولو. دي بوات. هاي. سان سبيسياليزي. على الفيك نيوز. مش يبديو ويخدمو. مش يفصو. خاطر انتهاك شوف. معانتها في برشة وسائل الاعلام. عندهم معانتها المحاولة. مش يلقاو. امال. الفينومين. اكسبونان. نسمحك دكتور. نمشيو للالمانيا. معانا سي علي العريبي. ناشط المجتمع المدني بالمانيا. اهلا وسهلا. مرحبا بك سي علي. عشانا مرحبا بك مدام. مرحبا سيدي علي. لو تسمح ناخد فكرة. ونتطمنوا على جاليتنا التونسية المقيمة بالمانيا. خاصة انه نعرفو البيك تلع برشة في المانيا. طمننا لو تسمح على الجالية التونسية غادي. هنا يوجد الاممار في المانيا. قلنا تعلم بشكل كttور Investigator. وشعب الالماني احنا يزيدون رجالية التونسية 통ومية في المانيا. في المانيا أع��릴هون بنفس الطريقة العشدة من الشعب الالماني. ق делает نريدات الحالى. نصد من الفكور انتزاح الكمامات ومنطقة عمومية. والسائل للنقل العمومي في التراث وثم قوانين معناها في حمدها للحكومة الألمانية كل مقاطعة عندها قوانين خاصة مع سهلاً في بعض المقاطعات إذا يصل لعدد المسابين في كوفيد ديجنات أكثر من خمسين مساب خلال سبع أيام من مئة ألف سيكن دونت تولي منطقة معناها منطقة تولية وفاعة برشة ورباء وفاعة برشة قوانين خاصة بالمنطقة ليكا وفاعة برشة قوانين عملوهم مؤخراً وخاصة اليوم الأربع المستشارة الألمانية عملت اجتماع مع كل حكومات ورؤساء حكومات المقاطعات تعلمانيا بينشير كما قلت لك تولي كم مئة حاجة لازمة في كل المنطقة العمومية منع اللقاءات في النسابات وفي الأعراس وأعياد الميلاد في التغاة لما يجب مش فوطة عدد أكثر من عشرة من ناش معنا إذا فوط عشرة وخوط عشرة برسون يوجد خطايا مالية تصحط الألوة 5 متر وثم أغلاق المطاعم والمقاهي معناها من الساعة من 11 ساعة حتى 12 أصباح لتفادي معناها الانتشار كوفيد معناها بسرعة نطول نرجع للجالية للجالية الفرنسية العامة في ألمانيا الأهم شيء هما الطلبة اللي عندها بصراحة عندها مشاكل مادية ومشاكل معنوية كبيرة بالمعروف أنه في ألمانيا الطلبة اللي يخدموا طلبة العشين بيشير توانسة والأجنب يخدموا إلى جانب الدرافة في المتاعم أو في قطاعات أخرى مثل الليزوكال والرسولات بيشير بيشير خطر فما برشة بيشير فما برشة معناها دي سوسيتي ومتاعم ساكت ويشير طلبة العشين ضرر مادية وما فما حاجة أخرى كذلك أهم سمعني أنه الهيئة الهيئة الألمانية التابت الثقافي في ألمانيا تساعد الطلبة الأجنب المادية أيها وبينسي سمع حاجة أخرى تلزان فورتون إن شاء الله يطلب يكونوا فهمين أو يعطوها اللي هي تقدم طلبات للحصول على فوروز يعني بدون فوائد من البنك الحكومي للمساعدات يعني بنكة لحكم المساعدات ينجم يعطي يعني شهريا 650 أورو حتى لشهر مارس 2021 بدون فوائف سمع حاجة تلزان فورتون اللي هي مبادئات متاع الكفاءة المدنية وبيشير النشطين في ألمانيا ثم ثلاثة أربع حاجات لهم مساعدات القانونية والاجتماعية للطلب وثم مساعدات عن الاندماج في سوق الشغل يعاونهم بشيطة موافظ الشغل بشيطة يعاونهم مدينة في الطلب ودعم المدينة ودعم معنوي وورح وورح ثم حاجة أخرى هي الجامعات الألمانية عملت قانون إن تنجم تقرأ عن بعد أونلاي لا تنجم للجامعة ديرك أنا فأم بشيطة هنا جوارة في تونس في تونس ويأخذوا أونلاي واضح شكرا لك سيالي عريبي نشط المجتمع المدني تحية كبيرة لك تحية لكل جليتنا المقيمة في ألمانيا وربي معكم إن شاء الله وربي يحميكم وربي يستركم نختم معك دكتور خيك الكلمة لك شكرا لك الساحة كما قلتك نحاول بالبروجيه هذين مثل الفيك نيوز نحاول أولا خطر الفيك نيوز نحن عليش نحب ونقدموه مش ما تمسش مصداقية الصحفيين ما كتعرف أنت كي تبدأ برشا فيك نيوز برشا أخبار زيفة لعبات ولي ما عايش عندي هثيقة في الأعلام هي حاجة اللولة اللي تمس من المصداقية الصحفي والقطاع صحفة بصفة عامة وتعفولي احنا القطاع في تونس هاش برشا هذين من الحاجة اللولة وحاجة الثانية احنا مش نعملو سكنا بين اللابيل اسمو ترست نيوز مش نشوفو اللي يبدأ يخرج في الأخبار الصحيحة وكذين مش نعطيوه اللابيل مع انت لأي متصفح على صفحة التواصل الاجتماعي وإلا الميديا كي يلقى اللابيل امتعنا يعرف اللي هذي كي رأوا مصدر موثوق به وما يخافش هذي كم الطرق اللي مش نحاولو احنا نحاربو بيها الأخبار زيفة وان شاء الله هذي عمل كي ما اقول وقطاع كامل واحنا بمساهمة متاعنا ونشكروا اللي معانت السافر الأمريكي اللي اعتقدت في البرجه متاعنا وعاونتنا وان شاء الله نرجعونا ونعطيوكم أخبار أخرى ان شاء الله شكرا لك دكتور يعطيك صحة بركة لو فيك تحية لك تحية كل واتنين مقيمين بكندا أكيد باش نواصل مع ضيوفي بعد قليل كون حاضرة معنا الإعلامية والفنانة الجميلة المقيمة بمصر سابرين شريف نمشيو الآخر عمل لها ثم نواصل فضل إذا نعود للبلاتو شفتوا الفوتوكليب محلي قدش مزيان هذيك بصوت تونسي وبجمل تونسي تحضر بحثنا سابرين شريف سابرين فنانة إعلامية مشروع ممثلة مركلة موحبة متكاملة أهلا وسهلا مرحبا بيك سباح خير أهلا وسهلا بيكم ومشاهدين قناة الوطنية واحد برنامج أهلا تونس رحب بيكم يا زيدة يعيشك سابرين إذا أنت مقيمة في مصر مقيمة في القاهرة مقيمة في القاهرة شو الأوضاع غاديك تم النار ومعنا برشا نستعيش في مصر وأيضا أشقائنا المصريين تعرفين حبوهم برشا وبينتنا برشا تعاملات يهمنا أنه الوضع نتاحهم إن شاء الله يكون مستقر والله يشوف أنا طوى عندي تسعة شهور في تونس من الكوفيد ذهبت لتونس وكل شيء والله طوى حسب ما نعرف معناها وحسب ما أصحاب يحكيولي حسب ما رأى معناها في السوشيال ميديا والله الدنيا ريكحة معناها مصفى بديت تنقص عدد الإصابات كوفيد في تراجع أي الحمد لله الأخبار هذه تكون أخبار طيبة إن شاء الله في العالم وكل في تونس أيضا يا ربي سابرين إذن نبدأ ونحكي ومينكاسكيت أنت تحب التمثيل وبيانتو إن شاء الله بنشوفوك في مسلسل إن شاء الله شفنا الكليب متاعك وهذه الأغنية متاعك الأولى وأيضا أنت إعلامية موذيعة ودرس الشيء هذا معناها ومش حاجة نقول دخيلة على الميدان أنا حمد لله يا ربي بدايتي كنت في مصر معناها بديت من مصر كان حلم بالنسبة ليا معناها كنت قبل كنت عدى من قدام معهد الإذاعة والتلفزيون بني بروح نقول نتمنى ندخله على خطر هو معناها يعني أكبر مبنى في الشرق الأوسط تع إذاعة والتلفزيون يعني حاجة يقتدى بها أيوان معتحلم نصب ندخل نقول بش ندخل لك يا أخي حمد لله يا ربي حققت حلم بشت تقريت غاديك ومع دك كترة معروفين ونسبهين والحمد لله أخذت ثلاثة شهيد نعمل أعداد وتقديم برامج تلفزيونية ودخلت نقرة في المونتاج اخي جاءت الكورونا وكهورا ووقفة المشاريع إن شاء الله هذا يظرف عابر إن شاء الله يمر أكيد كل إنسان عنده معندها أهداف إن شاء الله يحققها خلنا نحكي وشوي على ملهوفها والتجربة متاعك في الغناء يظهر لي أنت اللي قاعد ينشوفي تبدأ عندك طريق وقاعد يتفرع لطرقات ومسالك معانتها متعدد اللوهب معانتها كله مع بعض والتمثيل والغناء والإعلام خلنا نبدأ بالغناء الساعات كيفش خممت أنت صوتك من قبل هكا معانتها الدندن وتعرف اللي صوتك حلوم خبية كيفش جاءت الحكاية والله أنا شوف ديما نغني هكا ما ما نحشم معانا بش نغني قدام الناس حتى كنمشي البلاس أصحابي يمدون ميكرو نحشم بش نغني معاندي شكا الجرأة متاع بش ناخو ميكرو نطلع سيغسين نغني ولو إنو الدومين اللي اخترت ويزمو كله جرأة معانت نعرف السلاح الأول نطيعو الجرأة والله ديما نغني قلوا لإصحابي صوتك حلو مرة أنا ويحل مخرج جميل جميل مغازي مخرج معروف مرة كنت تعشنا ويهو أصحابنا يعني وفلسونسور قعدت نغني أنا قل صوتك يهبل قل أنا بش نعاون بش تغني قلت لاني أنا لغني ما هوش في مخي معانا عمري ما ما فكرت بش نغني وكذا يا أخي قعد يقنع فيا لان تقنعت خذت لالأغنية هذي ملهوفة كلمات طبعا هي أغنية مصرية كلمات هاني سارو ترحين مدين توزيء أحمد عبد السلاء أيوة هذي أول الأغنيات متاعك شنو الأغنيات سجلتها في مصر هذي أيوة وفوتوكليب اللي فوتو عملتم في تونس وهم عملوا لفوتوكليب غاديكا في مصر مباح فوتوكليب حلو شفناها يظهر لي أغنية خسيفة وليت وخذتها مزيكة ما شاء الله طريقة يتحل إن شاء الله خمسة وخميس يخذ علينا العين هذي كما يقولوا في مصر آمين يا ربي خليني نأخو نستسمحك نأخو تليفون أيضا لمهدي غلاب تليفون حاضر مهدي غلاب شاعر نعم حاضر أتليفون مزال مش حاضر أتليفون به يحضر تليفون ونرجعو نأخذو مهدي غلاب من باريس خليني نرجع معاك ونحكي معاك على تجربتك في الإعلام أنت مع سعد الصغير البدايات كانت من مفروض إنها تكون وهذا يأسم معروف والحاجة بها يظهر لي بشتعطيك دفع ممتاز في الطريقة بتاعك إن شاء الله أما أنا راني قبل هذا الكل معناها نقدم في حفلات معناها كبار مع فنانين كبار مع رغبة عليما قدمت حفلة في الفيرمونت يعني السنة اللي فاتت والسنة هذية يعني أعمين وربعاظهم نقدم حفلات في فندق فيرمونت نايد السيديو فندق أخرى يعني معروفة في مصر قدمت هيني شيكر دينا وق الجسار رغبة عليمة هيفا وهبي يعني قدم حفلات نجوم كبار يعني قدم حفلات في المناسبة الكبيرة أيوة حبيت هذي والمتلفز معت الحلم كبر الحمدولة إن شاء الله يا رب إن شاء الله نوصل إن شاء الله إن شاء الله سهل الطريق في الأعلام في مصر والله هي شو نقول لك سهل هو يقولوا في مصر نشوفوا النجومية صحيح موجودة لكن يقولوا اللي بداية الطريق صعبة معك هل يسير مش غاديك يجب ما يبتسم لوا الحذ كغيمة شوية والله شوية لازم عندك زدقنا والحمد لله يا ربي نقدمهم تحية يعني من برنامج متاكم فما برشة ناس أصحابي معناه وقفوا معايا وعاونوني مش برشة يعني اللي عاونوني يعاونوني معناه تناقبش زوز تلاثة يزي في البارك زوزة كهو مش تربيه فريق معناه زوزة كهو تحية لهم تحية لهم من تونس للمصر أيوا كهو معناتها لازم تكون أنت موهوبة تبدأ أنت موهوبة وعمرك صغير شوية وهكا حلوة شوية يعني كل حاجة مش لازم معناها الإنسان يكون بيرفكت في كل شيء ومعها الغرام مشاء الله توصل أما مصر بتبيع يعني اللي بيشتعملوا في مصر معناها في أقل فترة في أقل وقت أكيد من تونس يعني إذا كان كولوا وحنا ضربت بالمصري معناها لقيت فرستك والأضوات لفتتلك والكاميرات لفتلك تلقى روحك في النجوم وهذه الحاجة الباهية والتونسة عندهم عندهم مزهر والحمد لله معناها نشوفوا فناناتنا غاديكا نشوفوا هند سابري نشوفوا ذافر العابدين دور زروق تحية لهم من أهلا تونس إذا كان قاعدين يتفرجوا فينا بشرف فينا وإن شاء الله أنت الإسم اللي بيش يكون يخلط غاديكا وإن شاء الله وزدي هز رأي تونس ورأي بلادنا ونقولوا تونسية ناجحة في مصر إذا نحكينا على الأعلام وحكينا على الفن طويقا ما زالنا بش نحكيه بش نحكيه على التنثيل أيواش أنت داخلة بالقوة مسلسل عم قريب إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أول ما نوصل إن شاء الله أنا 1110 أيام أخرين نتسفر أول ما نوصل إن شاء الله بش نبدأ نصور في مسلسل في 60 حلقة هو ما شاء الله مسلسل طويل يعني أيواش مسلسل خليها سور فيه خليها بستة ربي خليها سور فيه أيواش أنا متبيعتي كل حاجة نحكي عليها رأي أنت ما تصير فيها هكذا شوية عاد أنت جاي معنا الأهلا نتونس وتحب نوشو شو بيني تبعضنا يا منوشو شوش لي لي مسلسل في 60 حلقة حلو برشة سيناريو عجبني فيه ممثلين معروفين بالقدي وإن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله نوصل لوقع إن شاء الله موهبتك في التمثيل كان عندك معنتها تجارب سابقة ولا كنت الدندن وحدك سيدة في التمثيل لي لي ما كانش عندي ولا تجربة أيوة هذي أول تجربة أول تجربة شكون اللي شايفكم قال لك تجي ممثلة ووجهك هكا يسبب التمثيل برشة شفولي برشة مخرجين وممتجين ديما يشوفوني حتى ما يعرفوني يشراوي في المطارق منقبل أنا من مقبل ما ندخل في الميديا وقبل ما نقرق حمدو الله يا ربي ولا بالحق حتى في المطارق يحبوا يصوروا معايا يقولوا لي أنت تمثل فنينة يعني يحسوا يقولوا وحنا بالتونسي عندك الريشة هكا حمدو الله هاي با عندك لقبول حمدو الله ديما يقولوا لي وجهك معناه متاع كاميرا وجهك متاع تمثيل عندك حاجة معناه وينا نحب الفن بطبيتي أي حاجة فيها فنة رأي نحبها أنت فنينة متكاملة تعمل أيضا ميكاب أرتيست حسب ما حكيت معاك هذي ربما الاسلاح اللي بتخبي اللي برشا ما يعرفوه شريتي تعمل ميكاب أرتيست مغرومة زيدا هاي ها هو مكياج جيدا عملتوا إنا هذي مكياج في خمسة ثمانية دقائق ماشاء الله عليك عايشك قريت هاي سبيسياليتي ولا غرامي قريت 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 عملت فورمسيون في مصر غاديكا عند علي رفاعي وعملت في تونس عند جندر كديب هذي لبنانية جيت عملت فورمسيون في الحمامات كنت أنا حاضرة في الليفي الماضيك الكل وبش هيدي حمد لله يا ربي بيه سبيلين انتي ما شاء الله نشوفوا أربع أبواب محلولة مع تواب مايكاب أرتيست زيدة لو كان تنجح فيه ولو كانت تعرف فيه هو مستقبل التمثيل مستقبل لغنية مستقبل والإعلام مستقبل لو كان أنا نقول لك أربع بيبين أناه البيبين اللي تغلقها وانيهو الباب اللي تخليه مفتوح انا ما نغلق حتى باب ايوان اما انيهو لتتمنى انتي تمشي فيه اكثر شوف ربي سبحانه شقاعد قال اطلبوا العلمة من المهدي من اللحط معناه واحد قد ما يكبر يزيد يتعلم لكن الاختيار مهم في الحياة اختيار مهم انا اول حاجة الحاجة المبجلة معناها بالنسبة لي انا رقم واحد هو الاعليم الاعداد بتقديم الباب كنت تتصوق مش تقول التمثيلي ايو بعد التمثيلي كل يحلموا بنوجومية التمثيلي وبعد يعني في الثانية التمثيلي ثانية حاجة التمثيلي ايواش وخلينا ثالث حاجة قعد لغنين لا الميكاب ارتيس اخر حاجة لغنين اللي هو طلعت بي اول حاجة للمشاهدين قعد اتحايل لا الحقيقة معناها انا نقول في الحقيقة معناها الحاجات اللي انا نحبهم هم مرتبين بالنسبة لي ايواش هذي اختياراتك ان شاء الله تكون موافقة من عرش فما تريفون حاضر ولا ولا نكمل ونحكيه مع سابرين مازال اذا سابرين لو كانت تقولي ناميا بازلت تقعد في تونس بشترجع بيانتول مصر اي راجع ان شاء الله انتع جميعا ماكس ماكس عشر ايام ونكون في القاهرة لو كانت يعايتولك في تونس لتأدية الدور ولا ملحن ولا هكا شاعر تونس يحب يعطيك كلمات يحبك تعمل مع غناية مع انتها باب مفتوح انك تعاود ترجع لتونس تدخل لتونس بيانسور بلادي قبل كل شي معناها انا تونسية معناها اصلي تونسية صح نحب مصر ومصر عندها مكانك يعني جدا غالي علي فهمت وبرطان راني روب مشيت لبرشة بلدين اخرين وكل شي اما مصر ديما عندها طابع خاص بالنسبة لي اما تونس بلادي انا تونسية ونحب تونس ونحب الجو التونسي ونحب اي حاجة تونسية نحبها فما حانيت ديما بشوق التونس بيانسور ديما ايواش هاوك اشبعت انتي بتونس تسعة شهور جيوا ووجيتنا لتونس وكلنا شرف نستضف لك عايشة انا نتشرف بيك واول لقاء تلفزيون يكون معاك هذا شرف ليا وربي ان شاء الله يحفظكم يحفظ تونس وان شاء الله ديما لبيس يا عايشة كلنا ما شاء الله عليك تستهل انو الابوي بالكل تتحق في وجه عايشة هي تونسية امنيكم عليها في مصر ان شاء الله تلقى حالة غاديك تحب تخدم شابة تونسية عندها برشة تومح شكرا لك يا عايشة ربي فضلك عايشة مرسي بكو يا عايشة نمشي مبعضنا احنا لصنعة بليدي نمشي للحرف والحرفيين اكيد انامل تونسية حاجات مزيالة برشة قاعدة تنتجهت نشوفوا اكزامبل في الفيتي اخ اشتركوا في القناة 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 مرحبا بكم مرة أخرى إذا نعود إلى بلاتو أهلاً تونس وش نواصل مع ركن الصناعات التقليدية هاتشوفوا فيها بجبهة تونسية محليها طبعا نتعرفوا أكثر مع ضيفتنا خير رحب قبل كل شي براجاء العيدي أهلا وسهلا راجاء محليك زيدة باللبسة محليها محليها ياسر مزيلا لبستنا المتجدة أصابع وأفكار اللي بعثين شبان مبتكرين مصممين أزياء اللي قاعدين يعطيوا الإضافة باش يكون التراث متعنا متجدد ويكون نديما في أحلى جبة أكيد أحلى حلة وأحلى جبة رحب أمنا زينتي مرحبا بيك أمنا عايشك مرسي بكو مرحبا أمنا إذن مبتكرة ومصممت أزياء وصاحبة الحاجات المزينين اللي بسينا أحنا اليو عايشك مرحبا بيكو عايشك يا عايشك راجي أمنا بعثة شابة مصممة أزياء بحثت في التراث اللي بس تقليدي متعنا وبصفة خاصة الجبل الرجالية وخرجت بقونسيبت جديد لها هي قلم جديد باش نعطيوها الكلمة باش نتعرفوا عليها أكثر كيفاش هي مزيت جديدة جديدة رأيها دوك احنا كما قلنا نقول كل أسبوع المساحة متعنا مفتوحة للبعثين شبان والمصممين كما هي وغيرها كما كنا نشوفوا في إكرام شلتوت في الروبرتاز زيادة كيف هي باعثة شابة دوك نعطيوها الكلمة باش تقدم بروح أولفا عايشك ساقبل كل شيء نحن نشكركم على الاستضافة الحلوة هذية ونشكر بسي فخاصة مادام راجي دوك إيمنى زنيتي باعثة شابة مازلتكي بديت يا ربي العمل عليك دوك جديد دوك جديد في ستيلزم ودلزم إيه دوما إنا من صغري دوما عندي كالكتال محبّمين الخاجة التقليدية ومتعنا الحاجة التونسية والاقبرة بسيطة جيت من أصل الجبب اللي هي الجبب رجالي تونسية كنت أخذت عنها الكبير فيما الجبه الرجالية تكون كبيرة لذلك أخذت هذه الفكرة أخذت عنها دي تاي ولا دي كوت لكي يبرزوا الجينب الأنثوي في الجبه والنسي وخذت بيانسور الحاجات التونسية اللي هما في الاستعمال في الأقمشة اللي هما أقمشة 100% تونسية 100% تابعية كما الحاجة كما السفسيري اللي تفقد توا خاصة في الاستعمال اليومي أو في الليباس اليومي خاصة للليجان السفسيري تونسي القمرايا هذي هو ملانش بين الدنتيل والقمرايا حاجة تتلبس بيانسور في السهريات نقوله نحن الجبه في المناسبات نحن دي ما نحطوها في السهكل إنها تتلبس كم في المناسبات دونك أنا عملت الجانب هذيك لكن ركزت أكثر لجانب الأخر اللي الجبه تنجم تتلبس كل يوم تكون حاجة عصرية تكون حاجة بختيك تكون حاجة متعنة اللي بالحق معناها الحايك والسفسيري والقمرايا تفقدت معناها والجبه تفقدت إنها تتلبس كل يوم تتلبس كل يوم تتلبس كل يوم تكون حاجة بختيك مع توني دو سبور تبغه مع دي باسكيت مرحبه مع دي باسكيت نشوف نسح نلقى تكون حاجة حاجة توب مع البنتانون هكا جبه محليها سدايك كيف نستيل آخر نلقى نلقى معناها في كل مناسبة وتلبس العمار الكل هذا العمار الكل الخرجت شوي من الكادر اللي كانوا حاتين فيه الجبه اللي تلبس كان أعمار معينة وابيتطريس معين زيده نعرفه جبه حترتور فيها نسمي من أخرين بالبرسان اللي هو مطروز باليد وغير وغيره Avec المم موتيف كالجبه التونسية الرجالية هي طورت تقول لك أننا نحب طابعة جديدة بيش يلبسوه الشباب تقول لك على الشباب يلبسوه كل يوم ونشوفه مش أكثر في كل مناسبات في المحافل ولا في المناسبات بتونس وبغير تونس هي في بداية المشروع متاحها بانطموحاتها كبيرة تو بعد ذي تحكينا على المشروع متاحها بعد نزيدو نحكيه لكن معنا موكين مهاتفية أنت زادت سنة فيها رجي معنا مدام ريم قاسم مكونة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل هكذا ولا؟ نخلي كلمة ليك معنا ديجا على الهاتف هاي تحكينا شوي على الدولة المشي تبدأ في بداية نوفمبر في المركز التكوين اللي هو تابع الدولة المركز هاي سجل نوع من عزوف الشباب باش يجيوا سجلوا يقبلوا على التكوين تكوين نحن برشة ريم مرحبا بيك مرحبا لله مرحبا بيك عايشك عايشك مرحبا بيك ريم مرحبا بيك مرحبا بيك بعد أيام نجم نقوله معدودات مش ينطلق بتنتلق الدورة جديدة متاع التكوين في المسوق والحولي كنت حكينا شوي على الدور متاع المركز هذية وكيفاش الشباب يقبلوا على التكوين شوه بعد يخرجوا سما شكون اخرج من المركز هذية واخذها حتى ما طابع العرف مؤخرا وكانت تحكي لنا شوية باش يقبلوا ونحسوا شوية شباب انهم جيوا يتكونوا وما زال عندهم المجال انهم يسجلوا أول حاجة نشكركم على الاستيضاء في أمتي ومدامر مدامر ونشكر سيني تبقى مدير مركز التكوين ونهوض بالعمل المستقل بالمكني اللي هو أتاح لسرط نحكي معكمه ونحكي على قطاع المصطوغة بسرعة الحكم نقول للمركز التكوين ونهوض بالعمل المستقل فيه 13 اختصاص من بين الاختصاصات هذية هو المصطوغ والمجوهرات واللي يحب يطلع على انواع الاختصاصات وشنوار فيه المركز يدخل مكنين باتش فيسبوك نحب نقول اللي فم دورة جديدة في فيفري أتي فتته دورة سبتمبر ونهوض من التحق في دورة فيفري ونحكي صفة عامة البيجتري اللي هي المصطوغ والمجوهرات اللي يشهد عزوف وعزوف كبيرة من الشباب والشابات كان كما تعرف وتحدثته في الاخبار الوطنية الأولى اللي القطاع هذية يشهد تدهور كبير خاصة في خاصة في التوريد بتاع المصطوغ هذية من برة ومن بلدان أخرى باختصاري عيشة كريمة هاي؟ 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 وزيد العزوف صار على خطر تدهور كبير هاي؟ إن شاء الله إنا نطمح ونحب نتمنى إن صنعتنا التونسية وليباسنا التقليدي يخرج على الشيئ الانتغنسيونال دونك عاليش يقعد ديما صنعنا الحاجة الحلوة هذي تقعد ديما محصورة في تونس أشوفوا في الصور يرجع بترجع الجبنة موجودة في لباسنا اليومي سيختول اللي جون كي تبدأ حاجة كونفورتة بالحاجة مريحة دونك نحب نشرف بلدي نحب نشرف نوري خدمتنا الحلوة وتونسنا المزيينة كانت لها مؤخرة المشاركة في معرف قلت كان أقبال كبير من طرف التونسة المعرفة التونسية بمهنة التجارلة شباب وغير شباب دونك نقولولا إن شاء الله بان فان بور صنب وجه إن شاء الله ما شروح شنوري مكتوب غديك في الوحدة بيت شعري يدور الشرق يوم أو يغرد دونك ميناستوديو هي تركيبة بين التونسي بين العربي بين العصري دونك تركيبة خرجت ميناستوديو اللي هو طبع خاص بي وهو اللي نحب نكمل فيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتوفيق أي منياتك صحة مرحبا بيك شكرا لك اليوم آخر اطلالة معاي أنا معاكم أكيد نخليك توصل المشوار مع زميتي إن شاء الله ندى وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ياربي موافقة زميديتي موافقين إن شاء الله بقيت ربي وإنتي كالعادة إن شاء الله ترجع الحياة كما كانت وترجع الدنيا بشوية بشوية والتظاهرات نسنسين ديما لك تشواليتين القواعات لكن ديما نقولوا راو البيب مفتوح للكل الشباب والشابات را هو المشن بلدك وربسات يقولون عليش كين نسي بحديك على خاطر را هو التوجد المرأة أكثر را هو 85% في الأغنية ناسي دي فام المرأة تتماشى أكثر بشوية صبر وميولها لكل ما هو فن ولا غرام شكرا يعطيكم الصحة شكرا لكم نواصل مع الأغنية الموالية بشيكون حاضر معنا الفناني شكري بوزياني بشيون شوفوا النغم الخاص بي تمنوا ستفضل ترجمة نانسي قنقر لا تسألني شكو متحب خويا خويا عزيز عيني حبيب الجلب خويا خويا لا تسألني شكو متحب خويا خويا عزيز عيني حبيب الجلب توقم روحي هو عشري ورده دحياتي من صغرية لو كان في دي نزيد عمر نزيد عمري مميضي أشي يا خوية 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 خياله ما يفردني يغيب على عيني تعبني خوية خوية خياله ما يفردني يغيب على عيني تعبني يجب تنسل ويسعلني ويسالدني ولا لغايا الدنيا خوية تو أمروحي هو عشري وارتجأ حياتي من صغري تو أمروحي هو عشري وارتجأ حياتي من صغري لقد كان فيدي لزيد عمري من يغيب لأشياء لخوية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة خمسة أخوات وكل ياسر ياسر قرب لبعضنا ياسر ياسر بالحن ونطربج وبعضنا ما عيتوش بأسامي شوكو بوفا سميرا أمولا عيشك بفضلهم معنتها وفي الحقيقة عندي أخواتي في الغربة وكاكا جاتني معنتها وكثرت في فترة من الفترات كون نسمعوا ياسر خسام بين الأخوة وخسام بين العائلة وصحب اللطف اللي يضرب أمه والدنيا فيها موت وليوم واحدة جميلة فقت أحد عزيزة عليه عملت الغنية فيها الواحد معناتها والفكرة جات أنه زادت الفكرة جميلة الصورة اللي يشوفوا فيهم كيف جاتت الفكرة حق ما يشوفوا معيش كليب فيديو هي جوست طلبت من من الأخوة معنا صحابي الأصدقاء على الفيسبوك اللي يحب أخوه يبعث لتصوير مع أخوه واللي هذا بعثوا لي ياسر عملت له منتاج وحاولت عاديهم وحطيتهم معا ندي إذن الابتسامة الأحلوة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي فضل ربي فضلك لينا يعيش بحدينا اليوم لينا تحية كبيرة لها وربي فضلها يعيش كالله ربي خليك الفنين شكري بو زيان باش نحكيوا على المهرجين الموسيقى اللي هو أجيد يعتبر مهم برشا باش نحكيوا على فتح باب الترشح لكن تعطينا فكرة على المهرجين وفتح باب الترشح هو رجوع المهرجين بعد غياب أثناش سنة مدة طويلة مدة طويلة صحيح وفي الحقيقة المهرجين في أيامات وفي السنين الأخرانية يعني كما تقول أنت معنا أنت بديت تظهر فيه بعض المشاكل وذلك عليش حتمل تخليت وزارة الثقافة على المهرجين الأغنية أيواش، معانتها أحد على الهدف أنت يوم من أحنا وليت في فترة من الفترات رضي الجهة ذيكا، رضي المؤسسة ذيكا، رضي الفنان ذاكا، رضي معانتها مع حكاية مصداقية وصلت معانتها أيواش، أشوف هو كان عرص معانتها وفترة جميلة بش يتلموا الفنانين في فصل الشتاء وفي فصل الشتاء، ما كنت أعرف إحنا تقل معانتها الخدمة ويقل الأعمال الفنية والناس تكون في ركود معانتها وعلى فم ركود، ولهذا كي رجعت وقاعد معانتها إدراج إسمي في قايمة من الفنانين وبالأجماع أنا معانتها اختاروني بش نكون مدير الفني للمهرجين الأغنية في دورته العشرين إن شاء الله أكيد هي مسؤولية وانت أهل إن شاء الله المسؤولين هذه الخبرة لديك فنانين لديهم تقيقة وعندهم أمل كبير مع الشفرين إن شاء الله وطبعا، معانتها الفترة هذه، ترشع معانتها سيتني عند ديانة إن شاء الله في مناسبة أخرى يباقيها كي يتم معانتها الفنانين يساهموا في إدارة فنية للمهرجين ومرة هذه عند ديانة ومرة جاية عند فنان أي خلط إن شاء الله ما تعدش نفس الأغلاط خاصة ألفا وعلى تهاب بش ما يقفش المهاجر نستسمحكم نمشيوا البريز معنا عبر الهاتف مهدي غليب شاعر وفنان تشكيلي أهلا وسهلا مرحبا بك مهدي أهلا مرحبا شكرا لكي مدام ألفا وشكرا لكل السائرين على هذا البرنامج الجميل مرحبا بك سيدي إذن عندك معرض انطلق منذ يومين في بريز كانت تحكينا عليه أكثر مهدي لو تسمح نعم شكرا بركة الله وفيكم جميعا تحياتي لكامل المشاهدين التونسيين وفي تونس وحتى خارج تونس المعرض هو انطلق الحقيقة يعني يوم الإربعاء وبعنوان كافيين ثلاثة تذكار ومرار فالفكرة الأساسية في المعرض هي أنه اعتمد مادة القهوة يعني مادة البنن اللي نعطوها هنا في القهوة كمادة أساسية للاستغال على هذا المعرض وتم ذلك ودليل على ذلك أنه هذه الدورة الرابعة للسلسلة اللي قدمت أنا كنت قدمت قبل يعني في 2017 العرض الأول السلسلة الأولى اللي كافيين في مدينة ثقافة في شكل مع الجماعي ثم أنذكر أنت وقت هذا اللي عديتني ولا زميلتك ثم بعد ذلك تمت نعم تمت تم معرض آخر في باريس 2018 ثم معرض ثالث وهذا هو المعرض الرابع في دار الجمعيات في دائرة 19 في باريس يعني ينطلق كما ذكرت يوم الأربعالي ونطلق يعني يوم الأربعالي يتواصل إلى يوم 13 نوفمبر يوم الجمعات 13 نوفمبر واضح شكرا لك مهدي موفق إن شاء الله يعطيك صحة وبركة لو فيك نواصل معك كندي إذن شكري بوزيين نحب أن نسألوا علي مشاركة المواطنين نمتعنا وإلى الفن نمتعنا في المهجر خاطر نعرف عنا برشة أصوات وبرشة كفاءات يعني غديكة في الموسيقى وفي الفن هل عندهم إمكانية إنهم يشاركوا وإذا كان موجودة الإمكانية كيفاش يكون المشاركة مفاما سيت فما حاجة ينجموا يعني يتواصلوا بها معاكم طبعا فما مبدئية مكتبت معنىش مدة إحنا من اللي بدينا والوضع الحائلي معنتها نتعا ذي الكوفيد معنتها فرق شوية حتى الإدارات ما هيش قاعدة تشتغل مية في المية يعني إحنا على كل حال عنا صفحتنا أنت على الفيسبوك وإن شاء الله قريب باش نعملوا السيت ويب إن شاء الله أيها وطبعا صفحة رسمية متاع وزارة الثقافة أيضا خرج فيها البلاغ وعبر البريد الإلكتروني اللي موجود على البلاغ ممكن يحطوا ما غير ما يتنقلوا حتى اللي في تونس معنا غير ما يتنقلوا معناتها يحطوا ما هو مطلوب منهم في العبر البريد الإلكتروني كالأغاني طبعا نحن طلبين أغنية تكون موزعة مشهم بآلة حية طبعا أيوة موزعة يعني كتموة باللارج مثلا وطلبين أيضا سيرة ذاتية موجزة للفنانين وطلبين معنتها بشيقول معنتها فين يختار ترش حمتاعه لجائزة الأغنية الوترية المحتد عليها ولا الأغنية ولا الأبداع الحر كقطع موسيقية أو أغاني كمع ذلك ثم أيضا لجائزة الكليب لأنه فما عديد من الفنانين عملوا كليبات وحبينا جديدة هذه في إثار المهرجة أيضا عملنا جائزة منورس مادح للأغنية الملتزمة هذا الأديب والشعر الكبير والفنان المبدع اللي في الحقيقة تظلم يسر في مسيرته وحبينا أيضا أن نستقبل الفنان معنتها الفنانين الملتزمين حتى يكونوا معانا في عرص الأغنية صحيح مشتناه على الألمات الموسيقية ربما الأذواق يكل زدت تلقى تلبية للحاجات المتاحة أيوة بيه ألف ناخدوا مجبش يكون حاضر بحدنا شكري من اسمه وش حاجة ذك عليش قطلك ألف ما سيبوش نسمه حاجة كابيلة انا نقترح حاجة انا نقترح حاجة هكي يوم اخ نهار بحديكم محلك يامي محلك يامي محلك يامي نورت للدار يامي نورت للدار كلمسكي يامي ريحتك فواحة ولا تغيب عني صورتك مشواري يامي صورتك مشوار وبذكر اسمك متعتي والراحة وتفكريني بدعواتك يامي ممتي وتفكريني فسلاتك يامي ممتي والتعليك طول حياتك غير ترضى علي يا اممي اممي اعطيك الساحة مرحبا خلينا نقدمها هذه الولدتي الغالب الكورونا بعدتنا على أمهاتنا وانشاء الله يا ربي يقعدوا هما بخير بوسا كبير على جبينك يا أمي بوسا على جبين كل الأمهات والأباء أيضا والأباء ويرحم المتوفين أكيد أكيد شكري مقاييس المشاركة في الدورة هل أنه فما خبرة مشروطة هل أنه الناس المبتدئين واللي عندهم فيها في رواحهم كيفاش نحب الفنانين الملحنين المبدعين المعروف مستعرف بي وممعروفين وعملوا أغانية معناتها حلوة للتواسع مدة من تعقود فمش لعمر والمبدع مبدع أي واللي هذا أربع ما هي أرضية للاكتشاف المبدعين خاتل نعفو اللي فما أسماء دقعة تدفو نحب أيضا أسماء جديدة معناتها تظهر على الساحة لأني أنا مؤمن معناتها إيمان قوي اللي تونس ولادها وكيما عملت الفنانين اللي قبلنا لفاتونا من محمد التريكي من منذ منذ الشيخ الوافي أحمد الوافي منذ صالح المهدي خميس الترنان على الريح الزمغ الجهيل يا حسرة ماسي وطبارك الله وعاد البنطقة وعليا بالغيد وعديد من الفنانين ملحنين وسليم دمق وشكري عمر رنبعد ومحمد الجبالي وهم لكل مبدعين معنتها وقدموا الأغنية وأثراه الساحة الفنية بأغاني جميلة وحسنا نحب نكتشف أيضا مواهب أخرى لأنه ما بتعرف نحن طوام منذ سنوات عنا المعهد العالي الموسيقى وفم عباد مغرومة بالموسيقى ودخل تقرات ودرسة ما رقمش الأرض وطبعا هذا فرصة المهرجان الأغنية بش معنى هاي هكا يكونوا متواجدين ويعرفوا طبعا بش تتعدى من نجموش نعاديو العباد لكل احنا بش نختار والزبلة يعني بش يتم فرز بش يرجع سنوي هو يعني كل سنة يكون بجود إن شاء الله إن شاء الله مثلا منعرفوش احنا والظروف الظروف المالية والظروف كل شيء أيوان الظروف المالية دي ما تحكم يظهر الظروف المالية صرت ومتحكم ضروف المالية ونتحب ما نقول لك اللي احنا معنتها وصعنا حتى حكاية لجان بش نشاركوا معنا معنتها أثناشن ولاية أربعة في التحكيم وأربعة في الفرز وأربعة ولايات بش يعملون لهم عروض معنتها تنشيطية باسم المهرجان الأغنية حتى يكونوا على علم هدوما أثناشن ولاية عام الجاي إن شاء الله الأثناشن لأخرين احنا عملنا قرعة وطبعا كل ولاية فيها الليجان وبأبر الليجان المركزية اللي بش تكون طبعا اللجنة المركزية اللي لجنة المهرجان ولهذا ما فمش يكون بش يقول لي أنا علاش غنيتي ما اختاروها ليش ولا واعد هدو ما فمه لي معنتها لجان نيجي المريد تختار هدو خانون اللعبة انت ما نقبله وما يعرف حتى حتى معنتها حتى الأغاني ما نيش في نعطيش كل ملحن لمؤلف لشعر أسمع هذه عاش بدك غنية حط ومنبعد طبعا ماكتعرف أحنا أحنا من نيش نجاوزو أربعة خمسة أيام بكل وأنا عامل الليلة الاختتام بلش أغاني كانت تكريمات أو مشاركة الفنانين معنتها اللي اللي قدموا الأغنية وأيضا تكريم الصحافة إن شاء الله ومعنتها مش يكون متنوع غير ماكتعرف احنا المرة هذي رأوا غير العادة لأنه لأنه الفضاء غير الفضاء يعني عنا سن كبيرة وعنا معنتها إمكانية إن شاء الله الدورة كلها بش تكون في الأوبرا مدينة ثقافة دار الأوبرا ممتاز أعضاء اللجنة شكونا لا ما زلنا ما زل ولا مش تحتفظ مانيها بالأسماء لا هو ما زل توقيز يقرب الواحد محتر نوعية الجوائز شنو مش تكون والله في الحقيقة شوف من يقطك تدريجي أنت هو احنا مزلنا نحضره في الشعر الجرافيك متاع المهرج وقعدين نحطوا في الخطوط العريضة وش نبدأ أما ليلى الله محمد رسول الله بش تكون طبعا بش نعملوا فرقة كبيرة موسيقية كبيرة عنا عديد من الموسيقيين الممتازين بش نعملوا بش ننوعوا في الشاب دوركستر بش تخليوا فرقة قارة بش داول عليها الشاب دوركستر وش نقول يا ربي معنتها فم خدمة كبيرة فم خدمة كبيرة إن شاء الله منهوي لك نهارنا داي تكون الأجواء خير صويا أحنا تويك حتى أعلاميا بش نمشي وحك واحدة وحدة إن شاء الله قدش في حاجة لمهرجاناتنا عنا المنيش وحدي طبعا أنا معايا معايا الفنان حاتم جيزاني في الهيئة المديرة معايا الفنان أسامة فرحات معايا الفنان مهدي أمين معايا الفنانة درصاف حمداني معايا الإعلامية أختنا بول عراس أماني 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 أخت معايا أيضا أخويا وعزيزي الفنان محمد البسكري معايا مجموعة مجموعة وطبعا ومازالو حتى اللي بشي ساهم ومازالو بشي جي لا لا أحنا لأينا نطمنا معناها نفسانيا نطمنا شوف أنا أحنا نحبه الكل هم يكونوا على علم والكل هم يشاركوا والكل هم يستنفعوا طبعا نحنا الكل هم يستنفعوا يمكن سنها معناتها نسبيا الحكاية الربعة مثلا العام جاي الربعة بشكاك هي تكون المجوائز بش تكون قيمة إن شاء الله على الأقل الجائزة الكبرى بش تكون قيمة إن شاء الله جديد شكري والله شو قل لك أنا في الحقيقة بقي عندي جديد حتى طوين خل نسمع حاجم جديد طوين تم سمعتوا غناية مثلا على الأخي أنا سئلته لحقيقة قلت له جديدة لحقيقة لأنه ما مرتش قد دائم يقبل صحيح عديد من الأغاني عملتنا وما ما وصلوش بأو يعني نحن طوين مهرجان داي إن شاء الله يعود أنا يرجع الأغني إن شاء الله خمسنا حويجة من حاجة من حاجة تشتغل لك أنا طويك عطا عمل إيه تستاهل إيه ش ماتا فيك طبعك عنيد وجاهل لما نروف عليك لا لا لما نروف عليك لما نروف ولا نرجع لو كان قدامي تركع لما نروف ولا نرجع لو كان قدامي تركع خليك في حالك تتوجع ما نسامحك شي بساهل إيه إيه تستاهل إيه ش ماتا فيك طبعك عنيد وجاهل لما نروف عليك لا لا لما نروف عليك يعطيك الصحة الساحل يظهر لأولفا لما نروف عليك محليه ليه محليه أي جنة يعطيك الصحة أخر حصة معنا أيواش دخول الوديع هذا سطو عنا عمدة نحنوها بالوروط نحن في بداع السيزان شفت يا عيشك شاء الله ما لنتقابله في الفريتي وديع لحب نبوس من الجمش ما لغز مع وهذي يا عدن أبيه أسفل سمع أمن زناتي عصدت كونا تتركنا الفرحة تانا بمسي شكرا 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 يا عايش يا عايش يا عايش طوش البكيوني أنا آخر نحسن معناها بالحق شكرا كيتانا في بلاست الناس كل عدا اليوم بالحق حاجة عدو برشا يا عايش شكرا بيخليك بي تحية كبيرة لكل معنا اليوم جيت بش نضحك ورعم الجو هي هي ومعناها هو بكيوني مرحب بكيوني أنت خرحانة برشا لي شفتك شكري وناداء إن شاء الله موفقة يا ربي تحية كبيرة 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 كل أهلاء تونس سنوات نخدم مع frequently حاجة مزي Shiva حبكم برشا عيلتي لكل88 وإن شاء الله موفقين وإن شاء الله التلفزة التونسية موفقة وإن شاء الله تلق находوا أنيكون هاراحد إن شاء الله عاشيها أنا وزميتي ناداب الشعبين في الليد يسر ويسر صحرة وإن شاء الله في برشا جديد وإن شاء الله ترجع كي ما كانت وخير ما كانت برشا برامش جديدة تحية كبيرة من القلب لكل زملائي في أهلاً تونس فرداً فرداً كل الفريق الإنتاج والتقني وكل نحبكم برشا برشا عدينا أيامية حلوة برشا مبعثنا في كل الظروف إن شاء الله موافقين موافقين إن شاء الله تفتي في لبنى كذلك وشكري إن شاء الله نرجعوا بجديد إن شاء الله إن شاء الله على قريب إن شاء الله نحب نرجع بصيفة الحصة معانتها تهتم بمعانتها جاليتنا بالخارج رأونا عنا فنانين مبدعين بالخارج نذكر منهم الفنان محمد صارح حركتي والعديد من الأسماء عباد عزيز عديد من الأسماء طبعاً هذا المهرجاء المفتوح ونكون إن شاء الله يشرفون بألحانهم حتى من بعيد يبدوا يتابعوا فينا وعندهم شكون يغني لهموني شكراً لكم ندي شكراً نتلقى إن شاء الله الأسبوع القادم مع زميلتي ندي ولنبعد مع لبنى أكيد وموافقين بقدرة تربي ونهاية يوم سعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة